برضو استكمالاً لكلامنا عن الفيفا والحقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليه قطعية حلوة بسلسلة أخبارنا اللي احنا عايزين ندردش مع حضراتكم فيها في حلقتنا النهاردة كمان قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديالا 2026 اللي هتستضيفه طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هيضم للمرة الأولى 48 منتخب الكلام ده حصل امبارح على هامش الجامعية العمومية 73 في رواندا فيفا رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 إلى 48 فريق أو منتخب وهيرتفع طبعاً عدد المباريات بالتالي من 64 مباراة إلى 104 مباراة اعتبر فيفا أن هذا النظام الجديد يعني هيخفف خطر التواطئ ويضمن خود جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل كمان بيأمن راحة نسبية ومتوازنة إلى حد بعيد لجميع المنتخبات اللي هتكون مشاركة ويهي بحسب النظام الجديد حيتأهل أول وتاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل 8 منتخبات تحتلق المركز التالت في مجموعتها كلهم حيتأهلوا إلى دور الـ 32 قرارات مهمة جداً أو كذا قرار كمان من الفيفا تحديداً ووضح بعض الأمور وأعتقد كده ممكن يبقى فيه تنظيم أكتر كمان للبطولات والمباريات اللي جاية وده حيساهل بتهايلي على المنتخبات وعالفرق كمان ترجمة نانسي قنقر